السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بافضل حال وصحة وسلامة كنحد من الاخوة على القناة سألني عن اضافة في مواقع بتبقى منع النسخ فيها يعني عاملة حماية فهو مش عارف ينسخ ازاي فهو في طريقتين لو دخلنا على دي على موقع انا مسلا زي كده انا عامل موضوع النسخ ده في طريقة اللي انت ممكن تعمل فحص كده تلك كنين وتفحص زي كده وتاخد الموضوع النسخ وفي الطريقة التانية بقى اللي انا بعملها عندي يعني واللي هقول لك عليها اللي هي الاضافة اللي هي دي كده بدوس عليها وهتلاقي الموضوع اتنسخ معي وما فيش اي مشكلة بموضوع النسخ لو قفلت الاضافة تاني هتلاقي النسخ تقفل كل اللي عليك اللي هتخش هنا وبعد كده تخش المزيد وهكد تخش ادارة اه الاضافات طبعا هنتكلم في حلقة تاني على الاضافات دي هقول لك ههم الاضافات اللي انا بستخدمها يعني والاضافات ايه اللي انت محتاجها في المتصفح بتاعك هتخش بعد كده تنزل تحت كده وتفتح سوق جوة الكرون وهتعمل للكلمة اللي هسيبها لك تحت واسم الاضافة زي كده وهتضيف اول اضافة اللي هدي طبعا انا ضيفة فمش هنفع اضافة تاني الاضافة حلوة الاضافة من ضفع خمسمائة الف مرة فدي حاجة كويسة سدقني هتفيدك اه في حاجات كتير يعني بس لو دي كانت حلقة سريعة لو انت استفادت من حلقة النهاردة ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لسخول جديد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.